ناحية أخرى أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها ستبقي على الأربعاء المقبل موعدا لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم الجديد SLS إلى القمر ومن المقرر أن يقلع SLS وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء الأمريكية على الإطلاق وسيتيح برنامج ناسا الجديد أرتمس عودة البشر إلى القمر ونقل أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إليه سنة 2025 على أقرب تقدير